السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا لهذه الليلة نتحدث عن تربية الاولاد وننظر في القرآن الكريم في وصايا لقمان لابنه ادعوكم ايها الاحب الكرام ان نفتح كتاب الله تعالى على سورة لقمان الحكيم عليه السلام نقرأها ونستفيد ما جاء فيها من حكم ومن عبر ومن مواعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيزة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ يقول ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم اثقال حبة من خردل فتكن في سخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحام إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هكذا يتحدث القرآن الكريم عن وصايا لقمان لابنه ومفروض أن كل أب يأخذ بيد ابنه أو ابنته ويجلسهم بين يديه ويعطيهم من النصائح والإرشادات والتوجيهات ما ينفعهم في أمر الدين والدنيا والآخرة هكذا فعل لقمان الحكيم نموذج لأب صالح لأب مؤمن لأب تقي يوجه الخطاب لابنه بغرض أن يصلح فكره وسلوكه ويعده إلى أمر عظيم لقمان عليه السلام ماذا كان هل كان نبي أم كان رسول أم كان ولي لقمان لم يكن نبيا ولا رسولا ولا وليا وإنما كان رجلا حكيما الأصل فيه أن لقمان كان خياطا وهو يخيط كان يذكر الله تعالى كثيرا وكان فيما بعد نجارا لكن المهمة التي قام بها أكثر هي أنه كان راعي للغنم لأن كل الأنبياء والمرسلين كانوا يرعون الغنم وفي مقدمتهم سيدنا النبي محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام الله كان يرعى الغنم على قارة الأهل مكة سيدنا موسى الكريم كان يرعى الغنم لما قال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى هكذا كل الأنبياء وكل المرسلين كانوا يرعون الغنم وسيدنا لقمان أيضا الحكيم كان يا راعي للغنم لكنه فيما بعد لما تلقنا الحكمة سيسير قاضيا ويشهر أمره وسوف يسير هو قاضي بني إسرائيل الغريب أين تعلم لقمان من علمه الحكمة؟ يقال أن لقمان تعلم الحكمة من كثرة الصمت وطول التفكر في ملكوت الله وفي خلق الله هنا سيتعلم لقمان الحكمة الصمت الكثير الصمت هو علم وفن ليس كل منا يستطيع أن يصمت الصمت فيه وحد الحكم والعبر والدلالات الشيء الكثير ظل سيدنا لقمان يعاشر الناس في الأسواق وفي الشوارع وفي الحياة العامة ودائما يطيل الصمت لكنه يتلق العنان للفكر يتفكر ويتدبر في شؤون الخلق وفي شؤون الملكوت ربنا عز وجل نظر إليه وأراد أن يعطيه الخلافة لأنه كان حكيم ف سيدنا لقمان اعتذر فأعطاه الله تعالى لداود وكان داود عليه السلام مزامنا للقمان كلاهما في نفس الفترة وفي نفس المكان أعطاه الله تعالى لداود فأخذها لكن لقمان تعذر قال يا رب هذه الخلافة مسؤولية وهذه المسؤولية فيها تبعات فإن كنت تعطيني إياها وتعينني عليها أقبلها أما أن تعطيني إليها وتوكل أمرها إلى نفسي فأنا لا أستطيع يا رب فتعدر لقمان وتعجبت الملائكة فقالوا ما أعظم منطق هذا الرجل إن منطقه حلو ومنطقه جميل ففي ليلة من الليالي كان سيدنا لقمان نائما فرأى الملائكة يأتونه بقد حم من الماء ويعطونه ليشرب فلما شرب من ذلك الماء صار حكيما الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء الحكمة قد لا تتعلمها قد لا تجبر للجلوس على الكراسي وعلى العلماء وعلى الخبراء ممكن الحكمة تعطى إليك هبة من عند الله وفتح رباني سيدنا داود عليه السلام لما قبل الخلافة واعترضته مشاكل ومتاعب كثيرة قال يا ليتني يا ليتني لم أخذ الخلافة لأن فيها مسؤوليات وتبعات وصراعات وخصامات ونزاعات كثيرة لكن اللقمان بقي حكيما إلا أن بني إسرائيل أبو إلا أن ينصبوه قاضيا ومن تم لما اشتعر شأنه صار قاضي بني إسرائيل هكذا يسمى اللقمان الحكيم قاضي بني إسرائيل لقمان عليه السلام في وجهه لم يكن جميلا لأنه كان في الأصل عبدا مملوكا ولم يكن بشرته كان سوداء عليه السلام سيدنا لقمان ولكن رغم كل هذا كان يمتلك قلبا أبيض ولسانا من نور وكان كل أفعاله وكل سلوكه كان فيها مرضات للرحمن يا ما سجلت حوارات كثيرة بين لقمان وما بين معارضيه مرة قال له أحدهم يا لقمان أنت قاضي وتحمل هذا الوجه ما أقبحه من وجه فقال لقمان فقال لقمان يا فلان أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع أتعيب النقش أم تعيب النقاش أنا مجرد صنعة أنا مجرد نقش ولكن الصانع والنقاش هو الحق سبحانه وتعالى أخر قال له يا لقمان كيف تقضي من الناس ولونك أسود فقال له يا رجل إن كنت ترى بشرة سوداء فإن قلبي أبيض وقيل له يا لقمان أي الناس شرا قال شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس موسيئا هذا هو شر الناس أنه يفعل الخطايا ويفعل المخاطر ولا يأبه أن يراه الناس موسيئا سيدنا لقمان مرة أعطاه أحد المسؤولين الكبار أعطاه شات وقال له ادبحها وأخرج لي أطيب ما فيها أطيب ما في الشات فعلا قام بدبح الشات فأخرج منها اللسان وأخرج منها القلب قال يخذ هذا هذا أطيب ما في الشات اللسان والقلب بعد أيام أعطاه شات تانية قال لي ادبح هذه الشات وأخرج لي أبغض ما فيها فلما دبحها أخرج منها أيضا اللسان والقلب قال هذا أبغض ما فيها فتعجب ذلك المسؤول قال له أتسخر مني يا لقمان كل مرة أعطيك الشات تدبحها وأقول لك في المرة الأولى ايتني بأطيب ما فيها أتيتني باللسان والقلب والمرة التانية والمرة التانية قلت لك ايتني بأبغض ما فيها أتيتني باللسان والقلب فقال له ليس هناك شيء أطيب منهما إذا طاب ولا شيء أخبت منهما إذا خبت فاللسان والقلب هما جوهر الإنسان باش كنميزو هذا صالح وذاك طالح القلب هو أمر خفي لكن ما في القلب يظهر على اللسان فاللي عنده قلب جميل كن متأكد بأن كلامه سيكون جميلة ومن عنده قلب قبيح تأكد بأن لسانه سيكون قبيحة ولو أنه يتعمد أنه يزوق ويلوم سوف نعرفه في لحن الحديث ولحن القول هذه الوصايا التي أوصى بها لقمان لابنه ما هي وصايا كثيرة أول وصية سيدنا لقمان يقول هكذا يقول ربنا عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حكمة ربنا يقول بأن الحكمة سيدنا لقمان لم يتعلم في المدرسة ولا في الجامعة ولا في المعهد لم يتعلمها بالجلوس بين يدي العلماء وإنما أوتي الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة ربنا أعطاها له هدية من ماذا؟ أعطاها له من حسن خلقه من تواضعه من كثرة صمته ومن كثرة تأمل في ملاكوت السماوات والأرض فالأحباب الكرام لتعذر عليها أنه يقرأ ما شعب ما شعب ما شعب هل دي الناس دبا الأنك سمعوا فينا لم يقرأوا في المدارس ولم يقرأوا في الجامعات ولم يقرأوا في الدور دي العلم ولكن ربنا عز وجل ممكن أن يعطيهم الحكمة بحسن الخلق بالتواضع بأن تكون مادا يدك للخير بأن تكتر من الصمت وبأن تكتر من التأمل في ملاكوت الله يعطيك الله الحكمة الحكمة ما هي الحكمة؟ هي كلمة جامعة لكل خصال البر والخير وهي وضع الشيء في محله إنسان حكيم يضع الشيء في محله والقاضي لا بد أن يكون حكيما والأستاذ حكيم والطبيب حكيم وبهذا صار لقمان قاضي بني إسرائيل هي أكثر من العلم العلم نوعين علم تأتي إليه وعلم يأتي إليك علم كسبي وعلم لدني هناك العلم الكسبي تتبشي المدرسة الجامعة عند دور العلم تقرأ عند الأساسداء تحفظ تردد هذا علم كسبي وهناك علم لدني يقدفه الله تعالى في قلب المؤمن وفي كلامه بلا تعب ولا مشقة وإنما هدية من الرحمن قال جل جلاله سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه إذا أعطاك الله نعمة وتريد أن تحافظ عليها ما ضريبتها الضريبة هي أنك تشكر النعمة أعطاك الله تعالى نعمة العلم أشكره بأن تحافظ عليه وأن تمتتل به وتنشره من الخلق هذا امتتال وشكر للنعم أعطاك الله المال المال تنثقه في المصلحة والمنفعة لا لنفسك وللناس لا تبدره لا تفتخر بي على خلق الله لا تظلم به لا تذهب إلى القمار والربا والاستغلال إياك فشكر النعمة أنك توفرها في طاعة الله أعطاك الله جمال إياك أن تستثمره في الإغراء وفي تقليب قلوب الآخرين ذلك الجمال احفظه وإلا أخذه الله منك هناك السلب نعود بالله من السلب بعد العطاء قد يعطينا الله عز وجل شيئا من فضله وقد يسلبه لهذا الأولياء الله والصالحون كانوا يقولوا اللهم إنا نعود بك من السلب بعد العطاء يقولك الله منصب سلطة كرسي للحكم كتحكم على واحد دائرة على واحد الإقليم على واحد البلد إذا استعملت في الخير زادك الله خير في خير وعلى الله شأنك وجعلك محبوبة عند الجميع وإذا لم تشكر النعمة واستعملتها في الطغيان والجبروت والحجرة الآخرين انتظر بأن الله تعالى سوف يسلبها لذا نردد كثيرا أيها أحب الكرام نقول اللهم إننا نعود بك من السلب بعد العطاء سيدنا نقمان أول من ينبغي أن يعضه نفسه أولا ثم بعد ذلك ابنه فأول ما نعض به هو أنفسنا لمكي واشدفسه الكلام الموجه للآخرين لغو وعبت أول شخص هو نفسك أولا تحملها بين جناحيك يا نفسه اتقي ربك وخشي يوما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة دائما نحضر أنفسنا كلم نفسك أمام المرآة قف بينها وقل يا نفس ألا تتقي الله يا نفس ألا يكفي ما فعلت يا نفس ألم يكفي كما فرطي من ضياع للصلاوات وضياع للحقوق يا نفس أول من نعب ثم بعد ذلك أول من نعب بعد النفس هم الأولاد لأنهم خلفة سيكون وراءنا سيدنا لقمان يقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لاحظ بأن الأب يتكلم مع ابنه ويقول يا بني فالأب والأم كذلك اللي بغوا يتكلموا مع أولادهم لابد أن يستعملوا هذه الكلمة اللي فيها رقة وفيها احترام وفيها تقدير وفيها عطف وفيها بشاشة يا بني أول وصية هي عدم الشرك يا بني لا تشرك بالله لا تشرك بالله الشرك بالله من أخطر الأشياء للأسف كالقو في واقعنا المعيش أبناؤنا يدرسون في المدارس نعلمهم كل شيء نعلمهم اللغات الأجنبية الإنجليزية الفرنسية بعض المؤسسات تعلم حتى الصينية واليابانية نظرا للعولمة ما سوف يستقبل من تطور في المجتمعات نعلمهم كل شيء نعلمهم الفيزياء والكيميات والكيمياء الأركيولوجيا والسيسيولوجيا نعلمهم كل شيء ولكن هل علمت أولادك العقيدة العقيدة وهي صلب الأشياء يا بني لا تشرك بالله ما قيمة أن ابني يتعلم كل العلوم علم الأرض وعلوم السماء يتعلم الذرة والمجرة والصواريخ العبر القارات ما قيمة هذا العلم إذا كان ابني غير موحد إذا وقع في الشرك بالله ضيع كل شيء وضيعت نفسي معه فأول شيء ينبغي أن نعلمه أبناءنا وأحبابنا هو العقيدة في الله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالشرك هو أن الإنسان نعلم أبناءنا بأن خالق الوجود هو الله وحده وحده لا شريك له عقيدة التوحيد نفرد له العبادة والطاعة والإنصياع وحده لا شريك له لا بد أن يكون الطاعة والإنصياع لله وحده ونعتقد بأن النفع والضر من الله العطاء والمنع من الله والأمر كله تدبير من عند الله وأي اعتقاد بأن آخر يعطي ويمنع أو يضر وينفع فذلك شرك وذلك حرام بغيض والعياد بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم القضية الأولى في الأولويات سلم الأولويات ثم بعده قال ووصينا 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 الإنسان بوالديه حملة أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أنشكر لي ولي والديك إلي المصير وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطاعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا كلام طويل خاص بالقضية الثانية في سلم الأولويات بعد العقيدة الصحيحة نعلم أبناءنا بر الولدين وطاعة الولدين ووصينا الإنسان هذه وصية من الله تعالى لكل الناس المسلم واليهودي والنصراني وحتى اللاديمي الكل وصية فطرية ربنا عز وجل جعلها فطرة مركوزة في النفوس ووصينا الإنسان بولديه بجوج الأم والأب الله تعالى يصاب لولدين كلاهما الأم والأب لكن الأم لها درجة زائدة حملته أمه وهنا على وهم الأب ربما قدفه شهوة لكن الأم حملته في بطنها تسعة أشهر وهنا على وهم كان يأكل من دمها ويشرب من لبنها وكانت تتعب معه تسعة أشهر وهو في بطنها وعندها أيام الوحم وأيام الطمت تعب كبير ثم أيام الرضاع عامين وفصاله في عامين يعني هذه إشارة بأن الرضاع للأولاد لابد أن يستكمل سنتين سيكون أفضل لأن الإبن كلما رضع من أمه أكثر حتى استوفى عامين كانت تربية حسنة وكان نسبة الغداء المطلوب مقبولة وفصاله في عامين أن أشكر لي ولي والديك إلي المصير سيدنا لقمان يقول ابنه لابد أن تشكر كما شكرت الخالق أن خلقك شكرت الواهب أن وذبك لابد أن تشكر والديك أيضا لأنهما تعبا من أجلك وصهرا من أجلك الأب يخرج من الصباح إلى المساء يتعب يشقى لكي يوفر لك لقمة العيش لكي يوفر لك حياة رغيدة والأم داخل البيت تعمل وتصب وتكنس وتطبخ لكي تسعد قلبك وقد تكون الأم تقوم بالعمل داخل البيت وخارجه فمحتاج إلى الشكر هذه النعمة لابد لكل ابن ولكل بنية أن تقول لوالديها شكرا لكم على ما أسديتم لنا من نعم وإن جاهناك على أن تشرك بي ما ليس لك به عنه يقدر لإنسان يبتلى بأم وأب عندهم وحد عقيدة فاسدة الأم والأب عنده عقيدة فاسدة لا يؤمن بالله أو عنده ابتلا يشرب الخمر أو يفعل الزنا أو لا يؤمن بالقيم الأخلاقية هو هو نفسه محتج إلى من يهدي للطريق المستقيم كتلق الأب مبتلى يرعب القمار ربما يغازل النساء الأم ربما في واد يجرفها هدو مشي والدين كيغندر معهم قال لك ومع ذلك كيف مكنوا الولدين ديولك لابد أن تحترهمهما ولا بد أن تخضع لهما ولكن إن جاهناك على أن تشرك بي ما ليس لك بعنم فلا تطعهما إلي جاه والدك قال لك اشرك بالله أو قال لك ركن الحرية خذ عيش أيامك عيش لا يليك عيش مع الشباب تمت مع رأسك من سمع لهم أطيعهما نقبل الراس نقبل يدين نعم لكن أن أطيعهما فيما حرم الله لا حتى ولو كان مشركيني ويكون مشركيني نطيعهم لكن لا أتبع ما في جاهداك بالقوة بالإقناع بالضرب على أن تشرك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة لا بد أن تكون العلاقة مع والديك الصحبة بالمعروف وخيكونوا شاقين قد يبتل الإنسان بوالدين عنيفين أم عنيفة لسانها صليط كتسب كتشكي وكتضرب والأب ربما عنيف لا ينفق ومع ذلك هذا امتياز أعطى الله لوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون مليتش في الضياع العائلة ضياع لولدين ضيعين أشغل في هذه اللحظة قال لك الله عز وجل ابحث عن واحد الرفقة طيبة واحد الناس صالحين وصير معهم واتبع واتبع سبيل من أناب إلي سر المسجد سر المدارس فيها أهل العلم حلقات لأهل ذكر سر عدنا الصالحين تعلم منهم إلى وليدك مع المكش فاقد الشيء لا يعطيه لا تضيع نفسك معهم اتبع سبيل من أناب إلي بحث عنهم تجد الصالحين والصالحات ثم يقول الله تعالى ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون كذكرنا بأن الحياة لا قصيرة رأس سرعانما سوف تنتهي سوف نرحل جميعا عن الدنيا ونعود إلى الله تعالى فرادا وكل واحد مننا سوف يسأل ينبأ بما كان يعمل فعلى الإنسان أن يحرس على أنه لا تقع منه معاملة سيئة وإن وقعت فليسرع بالندم والتوبة والاستغفار ثم قال سيدنا الأقمان يا بني إنها إن تكم اتقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير هذه الوصية جات ونحن في زحمة الحياة الدنيا صراع حياة تموج نسعد مشاكل مشاكل تعليم الأولاد مشاكل الديون على البيت على المتاع سيارة مشاكل في العمل حياة تموج بالمشاكل الناس كي عياه كي تعبو في مدق الباب يلقى الأبواب مغلوقة في هذه الحالة سيدنا الأقمان ينبئ ابنه بوصية كي يقول لي يا بني عندك تسحرسك بوحدك في خضم هذه الحياة تغلب تقول غد رفع الراية البيضة ولا غمش انهاجر ولا غد انهرب إياك أصمد وواصل فإنك لست وحدك الله تعالى معك يؤزرك يؤيدك ولا تخفى عليه خافية إنها إن تكو مثقال حبة من خردل حبة حبة صغيرة من خردل في سخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله بتخافش الله تعالى لطيف خبير اعلم بأن الله معك من جهة عندك تقع في الخطايا وتقع في الدنوب وتقع في المعاصي وتقول الله لا يراني الله يراك ويرانا جميعا وبالمقابل إذا وقعت في ورطة ما تيأش دي ما أربي أن الله معك ما معنى إن تكو مثقال حبة من خردل الحبة من خردل يا صغيرة جدا تكون في مكانت ربك يعلمها الله عز وجل لطيف خبير بكل شيء خبرة عندك تحبي أن الله تعالى لا يعلم لأن بعض نسخلوا الفلسفة أشقل لهم الفلسفة أريستو وأناكسيمانس وأفلاطون وغيرهم من كبار الفلاسف أشقلوا قالوا الله تعالى خلق الوجود لكن لا علاقة له بالوجود خلقه وانتهى ولكن الداخل لا علاقة للإله بتدبير شؤون الناس أنتم أعلموا بشؤون دنياكم لدرتها الخالق يتكفل بتسيير الكواكب والنجوم فقط كبريات الأشياء كتسمى كبريات كبرى اليقينيات الكونية لا أبدا في ديننا الإسلامي يقولك بأن الله عز وجل لا يعلم كل شيء أي نعم ربنا عز وجل القيوم السماوات والأرض وأيضا يعلم تفاصيل حياتنا بل ويتدخل في أضق الأشياء شوف غير السمع إن الله يسمع ذبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصلداء ربنا أرس سمع يسمع الله تعالى كل شيء حتى واحد نملة سوداء واحد نملة في واحد المنطقة نملة سوداء في واحد الغابة غابة مهجورة قلق غادية وتجري فوق صخرة صلداء صخرة غادية فوق منها صالأمسن تيمومة غادية فوق منها أربيك اسمع الدبيب الصودية لا في ليلة ضلماء الظلام الدامس قدرة الله على كل شيء لا تخفى عنه خافية هذا هو المقصود اعلم بأن الله معك معك في الخلوة حتى لا تقترف محرمات فإن الله نادر إليك استحي من خالقك وأيضا معك في الشدائد إذا وقت لك شدة لا تحزن الله معك يقدم لك اليد العون يكون لك أرحم من الأم براضيعها ربنا عز وجل أرحم بعباده من الأم براضيعها ثم قال له إن الله لطيف خبير وصلنا بأن من صفات الله تعالى ركز عليها في تربية الأبناء اللطف الله لطيف بنا ما تقول لولدك دائما النار وعداب النار والقبر ذكروا برحمة الله الواسعة ذكروا بأن الله غفور رحيم ذكروا بأن الله تعالى يغفر الزلات ذكروا بأن الله تعالى أعدلنا جنات تجري من تحتها الأنهار ذكروا بأن حياة طيبة تنتظرنا في الدنيا وفي القبر ويوم البعث والنشور ذكروا بأن رحمة الله في كل مكان وسعت كل شيء إن الله لطيف خبير لكي يصل الإبن إلى هذا المستوى الإيماني لا يشرك بالله ولا يظلم والديه بالولدين إحسانا ويكون يستحضر رقابة الله عليه ماذا علي أن يفعل عليه أن يلتزم بمجموعة من السلوكات ما هي السلوك الأول قال يا بني أقمي الصلاة لا بد للأبي أن يعلم ابنه الصلاة بعض الوالدين يقول لك المضاة سأتعلم وهو أين هو دور الوالدين لا بد للوالد في سبع سنوات الأولى يبدأ في تعليم أولاده الصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال علموا أبناءكم الصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع لا بد أن تعلم ابنك الصلاة لا تقول لي ما عندي وقت إذا كنت أنت مشغولا فلك أن توصي الزوجة زوجتك أم الأولاد معهم في البيت يوميا أسند لهذه المهمة وأوصيها بذلك لكي تعلم الأبناء الصلاة ابتداء من سبع سنوات حينما يأتي وقت الصلاة قل لأبنائك تعالوا معي نتوضأ جميعا تعالوا معي نصطف نصلي معا أو تعالوا معي إلى المسجد علم أبنائك الصلاة وإلا 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 فسوف تحسب حسابا عسيرا من روحة سيد كابيرس عنده خمسين سنة ولا يصلي وأراد أن يصلي ولا يعرف كيف يصلي فسألوا فقيها قالوا ما حكم هذا قالوا العيب ليس عليه وإنما العيب على والديه لمع المه لا صلاة مع المه لا ركوع ولا سجود ولا تحية ولا قبلة اللوم والعتاب على والديه كل واحد منا عنده ولدات خاصة يعرف أنه مسؤول ما تسنى المدرسة تعلمك التعليم عندنا فيه مشكلة كبيرة والقيم الدينية إلا بقتك تتأمد على المدرسة رأى ولادك قد يبقوا بلاش لابد أن تعلمهم القيم الأخلاقية وحد الوقت كانت المدرسة وكانت دور الشباب وجمعية المجتمع المدني والإعلام والشارع والأسرة والعائلة الكل يتكاتف من أجل هذه القيم النبيلة وقت الحالي مقلق هناك أشياء مقلقة الأولاد يتعلموا أشياء غريبة فلهذا على الوالدين أن يعرفوا خطورة المسؤولية الملقاة على أنفسهم يا بني أقمي الصلاة علموا بالتي أحسن أقم باش أصلي لا أقمي الصلاة كالولد اللي كيمشي يصلي باكي حضيه ما اللي كيمشي الأب ما كيصليش بل بعد المدارس اللي هي كتسمى قرآنية وكيعلموا الأطفال الصغر الصلاة كتقالوا للك يصلي الظهر والعاصر حتى هو في المدرسة حتى الأستاذ والأستادة كيعلموا موكي جبروهم كيصلي الظهر والعاصر لكن المغرب والعشاء في ظهرهم ما يصليش والفجار ما يصليش هذه الصلاة فقط من أجل النقطة هذه بحصرة الأسياد صلاة الأسياد في الجمعة والأعياد لكن بعض الأسياد ما كيصليش نافدين في السلطة كيصلي نهار الجماعة كيبش جلال ببيضاء ولا في الأعياد أعياد لأنها دينية أو وطنية كسو يظهر وده لا يليق الصلاة ستكون في كل وقت وحين إلا علمنا الغش في الصلاة لأولادنا رملا غيكي برو غدي بقوي غشو فيها فلذا قال لم يقل صلي قال لي يا بني أقم أقم الصلاة هي يقوم بها بكاملها ثم قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على مصابك إن ذلك من عزم الأمور هذا مبدأ خطير يعني الصلاة هي في المسجد داخل الجدران أو في البيت لكن مبدأ الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر هذا في المجتمع هنا غلقوا بأن العلمانية كتقولين بأن الدين يكون في المسجد ودور العبادة في الكنيسة والمعبد فقط أما في الحياة العامة الدين لا دخل له بذلك هنا القرآن الكريم يقولن لا الدين في كل مكان الدين في المسجد في دور العبادة وفي المجتمع وفي البرلمان وفي التلفاز وفي الإداعة وفي الأسواق وفي الملاعب وفي دور التقافة وفي المعرض الكتاب وفي كل مكان الدين لا بد أن يكون حاضر هذا مبدأ ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده علاقة بالحرية الشخصية والحرية العامة حدود الحرية الشخصية والحرية العامة بماذا يا بني إذا رأيت منكر فعليك أن تنهى عنه لا تقول كل واحد هو حر في نفسه لا نحن جميع لسنا أحرار إذا وجدت فيه عيبا ذكرني يا أخي وقل لي يا فلان هذا عيب لا ينبغي أن يكون فيك وسأكون مدعنا وأيضا الأمر بالمعروف فلقى وحد الناس مؤمنين أمرهم بالمعروف ذكرني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لا بد أن تذكرني وأذكرك القوي منا يأخذ بالضعيف مثلا في الشارع العام نجد سلوك منحرف شباب ربما يأكل مخدر ويدخن ويعاكس الفتيات أتقول هذا ليس الشأن شعني هذا الشأن رجال الأمن ورجال الدولة أقول لا نحن كلنا في الوطن سواء كلنا رجال هذه الأمة أتدخل بالتي أحسن بلا باقة وأنصح هنقول هذا أمر بالمعروف ونائل عن المنكر هذه القصراع بين زوجين وزوجة خصام وقفنا على الطلاق الجيران كنت سمعهم يرفع صوتهم خاصمين في الطلاق خصمين ندخل من أجل الإصلاح من أجل أن أخيط بخيط أبيض لا أقول حرية فرضية أبدا ما فيش حرية فرضية لها حدود وإلا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ أنك تتدخل في شؤون الغير ولكن بلا باقة وله قواعد نتكلم عنه إن شاء الله في حلقة مقبلة لا نترك الناس يغرقون وإلا يوم القيامة غديج الإنسان قل يا ربي إني هالكون والسبب في فلان رآني أغرق ولم ينصحني والسبب في فلان دور العلامة أين هو دور العلامة لا ينبي أن يغيب العلامة لا بد أن يخرجوا إلى الوجود ويرفع أصواتهم ويبينوا ويوضحوا دور الصالحين دور الأخيار دور الأبرار لا بد أن يصدحوا بالحق هذا مبدأ قل يا ابنين وأقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يعني يتوقع بأنك حينما تخرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستجد هناك أصوات رافضة قد يقول لك أنت شكونت اللي قد تأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فقد تجد من هناك يقول لك هذه حرية فردية في الغرب في اللول بدأوا هكذا حتى وصلوا إلى إباحة الشدود الجنسي وصلوا إلى إباحة كل المحرمات المجتمع المسيحي الأول مجتمع محافظ المسيحية في أوروبا محافظة حتى لاحظوا معي الراهبات شكي لبسوا هذا كل لبس واللي كان سائد في أوروبا بكاملها السيدة مريم العذراء صورتها في الكنائس كيف هي لبسة باحترام جير الدر فقرسها بسطورة في الحياة هكذا كان المجتمع المسيحي الأول لكن جاءت واحد المجموعة للأفراد هي الدعي والفلسفة والفكر والإصلاح والتنوير وبدأوا يقولوا الحرية الفردية الحرية الفردية فضيقوا العبادة في الكنائس وخلوا المجتمع فيه عري فيه محرمات فيه مسكرات فيه ضلالات وضاعة المجتمعات رغم الرقي المدني والتقني والاقتصادي ولكن على مستوى القيم الأخلاقية ضياع فادح المجتمع الإسلامي ليس مثلهم المجتمع الإسلامي مجتمع القرآن إلا كانت المسيحية غير عقيدة بدون شريعة المسلمون عندنا عقيدة والشريعة قراءة المسيحية أتلقى بأن تعليمات وإرشادات تربوية فقط مثل الشريعة إلا بعض الأشياء البسيطة أما الإسلام عقيدة وشريعة وقيم أخلاقية ودين الله فوق الأرض لا نخاف من بعض الذين يهددوننا بأنكم تقتحمون دائرة الحرية الفرضية وتريد أن تضيق على الناس أي نعم أوافقهم من ناحية إلا كالإنسان يتكلم وهو لا يدري حقيقة الدين لابد أن نتكلم عن محاسن الإسلام ونحن نأمر بالمعروف ونعن المنكر نتكلم عن محاسن الإسلام لما أنهى عن الخمر مثلا أقول الخمر هي فعلا كتزيد الضريبة وكتنضخم بها الميزاني ذي الدولة لكن بالمقابل الخمر سبب للطلاق الخمر سبب لحوادث سير الخمر سبب للجريمة الخمر سبب لكذا والانتحار وكذا 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 محاسن الإسلام إذا تكلمت عن الصلاة هنقول لك الصلاة فيها صلة بين الله تعالى الصلاة فيها تربية روحية فيها علاج نفسي فيها كسب طاقة وهكذا كل حاجة فيها أمر أو نهي لابد أن أبين محاسن الإسلام هذا ما معنى وأمر بالمعروف ونعني المنكر وغا تلقى من يعارضك غا تلقى من يعارضك هنا قال لك الله تعالى اسبر سنلقمانك والسود قال لي واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يعني كن من الصابرين مش بحل بعض الشباب أو بعض تنظيمات من لك يوقع المشكلة يقول السلح السلح يقول البناطق والمدافع والقنابل والمفرقاعة لا خطأ التوجيه القرآني يأمرنا بالصبر وحن في مجتمع إسلامي كل يقول لا إله إلا الله يحرم تحريما باتا استعمال العنف واستعمال السلح للتغيير التغيير يكون بالكلمة طيبة وإذا لم تفلح اسبر اسبر تراجع إلى الوراء واسبر وعاود شارج نفسك بالكلمة الطيبة وعاود رجع مرة ثانية وثالثة ورابعة مد وجزر لكن إياك أن تستعمل العنف إياك أن تقول هؤلاء فصاق أو هؤلاء كفرة أو هؤلاء مجرمين وتصنع قنابل ومتفجرات وتخرب وتضيع الأرواح أبدا خطأ خطأ تادح مليون في المئة التوجيه القرآني داخل البلاد الإسلامية الكل يقول لا إلها إلا الله واصل دعوتك في الإصلاح بالتي أحسن واصبر على الأداء قد تطرد من العمل قد تفصل من العمل قد تقطع أجرتك ويعني إيه يعني أن الله الرزاق سبحانه وتعالى يعني إذا أغلق باب يفتح لك أبواب وهكذا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور هذه العزيمة عزم الأمور ثم قال لي يا بني ما زال سينا لقمان يصبن باش يكون فاعل في المجتمع قال لي يا بني ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختل فخور البعض منك يزاد لي شوية دي النعيم دي الدنيا يدخلوا الكبرية مما لا تصاعر خدك للناس يترفع راسك هز راسك فوق هز راسك بأنك أنت شكون أنت خطأ كبير ودنب عظيم الذي يتكبر عن الخلق لا تصاعر خدك للناس لابد أن تكون متواضعا منك تتكلم مع الناس عينك في عينهم أو على الأقل المؤمن الصالح هو الذي يطعطئ رأسه منك يتكلم مع الشوحد وصية أو توجيه هو يطعطئ رأسه هذه من صفات المؤمن المؤمن في الحياة عينه في الأرض ولا تكلم معك ولقاك عادي عينك في عينه أما أن يرفع رأسه الفوق يصاعر خده للناس حرام ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة كل بعض لك يمشي مختال يمشي عاجب رأسه هيركيل فوق الأرض أو عنده مركب دراجة نارية أو سيارة أو عنده اللي عنده يشعر بأنه يتكبر عن الخلق خطأ ولا تمشي في الأرض مرحة إلا كنت مرحا عاجبك رأسك وتتكبر عن خلق الله اعلم إن الله لا يحب كل مختال فخور يكفي هذا العقاب أن الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور كل من هو مختال معجب بنفسه يفتخر على الناس وشفت مع منك تتكلم سيدي آه سيدي فاق فاق عزيزي مع منك تتكلم رانا فلان من فلان رانا كذا 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 لك قل أنا والعيد بالله ثلاث من المهلكات أنا ومعي وعندي تكلم بأدب يا سيدي الفاضل يا حبيبي يا أخي يا قرة عيني اسمع لي أقول لك كلمة بالطيبوبة والناس سيخضعون لك وقد يمشوا معك مزيان وإذا كنت تفتخر وتستعلي اعلم بأن عمرك قصير عمرك قصير رأينا كثير من الناس يستعلون في الأرض وعمرهم قصير وأصبحوا في خبر كان يكفي أن الله تعالى لا يحب كل مختل فخور ثم قال واقصد في مشيك المشيدي ياليك في أي حاجة كن مقتصد سير بالوسطية سير بالاعتدال واغضض من صوتك منك تتكلم على الخلق إياك أن تفزعهم بصوتك وتركب في قلوبهم الهلع إذا كنرفع الصوت يكون في الأمر بما أمر الله تعالى أن تدل الناس على الخالق سبحانه وتعالى لكن أن ترفع صوتك وتخيفهم كما يقع عجعج في بعض المجالس المنتخبة وغيرها لا أغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ربنا عز وجل يذن كل من يرفع صوته من أجل أنه يتير الفزع في قلوب الآخرين الكلام طويل أيها الأحب الكرام وصية نقمان كثيرة وكثيرة جدا إذا أردنا أن نلخصها هذه الوصاية التي يجب على كل أب أن يعطيها لابنه ولأبنائه الوصية الأولى لا تشرك بالله الوصية الثانية الإحسان بالوالدين الوصية الثالثة اعلم أن الله مطلع على جميع أمورك الوصية الرابعة احرص على إقامة الصلاة الوصية الخامسة وهو التزم بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوصية السادسة اصبر على المصائب والوصية السابعة التواضع وعدم الكبر والوصية الثامنة والأخيرة اخفض الصوت في الحديث هذه مجمل الوصايا التي أوصى بها لقمان الحكيم ابنه وهي كثيرة جدا بالآلاف لكن القرآن ركز وصلت الضوء على هذه التمانية أوصاف نسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه إليه الكريم ونسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم حسن الخلق مع أنفسنا أولا ثم مع أولادنا ومع الناس أجمعين أيها الأحب الكرام لن أطيل عليكم سنبقى مع فاصل قصير نستمع وإياكم إلى وصايا لأبنائنا وبنتنا وبعدها نفتح خطوطنا الهاتفية لنستقبل مكالماتكم وبعد ذلك بإذن الله تعالى نتحدث عن مشاكل تربية الأولاد وما هي أهم الإرشادات والتوجيهات لحسن تربية أبنائنا وفلس أكبادنا فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر